السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع بداي في حل مراجعة bit by bit هل يبدأ بالسؤال الأول استمع و اكتب صح و خطأ صفحة 248 محافظة الكاهرة محافظة الكاهرة بعض الناس هل يطلقون لكنهمهمهمهم هل يطلقون بأسفارمون هل يطلقون بأسفارمون هل يطلقون وكروكوديلون are dangerous but the eat insectis the pelican eats small fish سأل أول the spiders are helpful for farmers طبعا هنا true صحيحة snakes are dangerous true crocodiles eat insectis true pelican don't eat fish طبعا هنا false سأل تاني choose the correct answer اخطر لقابة صحيحة بنعمل سكر منه يبقى هو بيحب ايه طبعا ده بساعد الأطفال في إيجاد الكتب في المكتبة ده هو سؤال الثالث طبعا هنا هناخد زوس هؤلاء علشان الأبلز هنا جمع التفاح على الشجرة أنا لا أستطيع أن أحصل عليهم هنا بقار بين حاجتين الفيل والطائر فبناخد الصفة اللي فيها يبقى السؤال الثالث اقرأ وأكمل بكلمات من الصندوق حجرة المعيشة فانتاستيك رائع بلدن مبنى رلاكس استريح انتقلنا إلى شقة جديدة انتقلنا إلى شقة جديدة وأعمل واجهبي كويت حجرة ماما المفضلة هي حجرة المعيشة تعال هنا عندي سؤال للتوصيل ريدا ماتش اي ويس بي أنا أعيش في مدينة تدعى الغرطقة المتحف بجوار السوبر ماركت هل اشتجرت المانجو سؤال الخامس سؤال الاول عبير تعمل فين في السوبر ماركت. بشوف عبير ايه? زي ما قلنا هنا هو يبقى السؤال الثالث عبير بتفحص ايه? هلقنا النص مع بعض. يبقى نقول بتفحص الطعام جيد ولا لا يبقى او طازج ولا غير طازج. يبقى دي جابت السؤال الثالث اهو. دي جابت السؤال الرابع. متى تساعدنا عبير? تعال كده نرجع. اهو. وين عندما we can't find something. عندما لا نجد شيء. دي جابت السؤال الرابع. ناول وين عندما we can't find something. سؤال. الترتيب reorder the word is to make correct the sentence. what do farmers grow? يبقى هنا what do farmers grow? ماذا تزرع الفلاحون? كون شمر? سؤال الثاني. ا انا لوف احب بيينج كوني. ا احب بيينج اة plumber. احب كوني سبك. بعد كده. how fast can electricity travel? how fast كم سرعة? كم السرعة اللي ممكن تسافر بها الكهرباء? او تنتقل بها الكهرباء? هناك السؤال السابع ترقيب. نبدأ بكابتال هناك وتعال نتكلم على. يبقى سعلب الصحراء يعيش في الصحراء. يبقى سعلب الصحراء. له ازن كبيرة. اوكي? زا فوكس زا فوكسز ثك فير الفار والساميك بداعه. بيتخليه دافئ. بالليل. انه يأكل الحشرات. كده يا حضرات عملنا الموضوع مع بعض. وده حل الامتحان الاول من مراجعة بيت باي ونكمل مع بعض الاجزام نمبر 2. يعني موضف كامل رقم محافظة الجيزة. محافظة الجيزة. اوكي? هنبدأ بالسؤال الاول. listen and write the true or false. Our tomato plant is are growing on the balcony. Tomatoes are green before they are red. We plant a seed and the plant grows. We water the plant every day and the roots grow under the soil. Tomatoes have seeds the side. سؤال اول. We grow sugarcane in the balcony. طبعا هنا. false. اوكي? we water the plant is every friday. false. The roots grow under the soil. true. Tomatoes have seeds the side. true. سؤال تاني. choose the correct answer. I think اعتقد cats الكطات are than dogs. طبعا بقارن بين the cats and the dogs. يبقى هنا هناخد nicer. نمبر 2. my uncle lives in a. عم يعيش فين? he can see water everywhere. شايف مية في كل مكان. يبقى عيش على ال houseboat. المنزل عائم. I eat fruit. انا باكل فكهة. وبتمرن. يبقى end exercise. نمبر 4. is the book? it's the next to the chair. جنب الكرس. يبقى هنا بسا عن المكان. يبقى هاخد where? where is the book? سؤال التالت. read and complete the text with the word in the box. اقرأ واكمل النص بكلمات من الاطار او من البوكس. my favorite animal is the camel. حيواني المفضل الجمل. camels can live. الجمل ممكن يعيش. without. بدون. without. water may for a long time. they have large. لهم. they have flat feet. يبقى هنا فلاد. اهو. اقدام مسطحة. to help them walk in the sand. they can. carry يستطيق حمل ال people. الناس. to cross the desert. read a match. a usb. سؤال التوصيل. we go to the hospital. بالروح المستشفى. when we are sick. عندما نكون المرضى. the chicken eats. البجعة بتاكل small fish. a mechanic fixes. الميكانيك يبي يصلح. call them passes. my house is behind the bank. منزلي خلف البنك. اكي. نكامل مع بعض يا حضرات. هنا عندي. اه سؤال القطعة. read the text and answer the question. اقرأ النص وجاوب على الاسئلة. نادا moved to a new apartment with her family. the new apartment is back. it's near نادا's school. it has two bedrooms. a living room. a kitchen and bathroom. نادا's favorite room is a living room. she can play games and watch tv in it. there is a big balcony too. نادا can't see the street from the balcony. سؤال الأول. the new apartment has الشقة جديدة فيها كمحجرة. نوم يبقى هنا ايه نبقى two. two bedrooms. نادا can see the street from. نادا بتشوف الشرعة من البالكيني. من البلك هنا. what's another favorite room? حجرة نادا المفضلة ايه? يبقى هنرجع هنا للنص ونشوفها مع بعض. نادا's favorite room. اهي. is the living room. حجرة المعيشة. يبقى هنا هنقول ايه? the living room. يعني حجرة المعيشة. the living room. السؤال الثاني. where is the new apartment? اين الشقة الجديدة? okay? near nadas school. يبقى له. it's near والقرب من nadas school. مدرسة نادا. اهي في القطع نطلحها مع بعض. أهو أين تعمل سؤال الثاني الفيالة 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 أهو 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 رقم اثنين رقم ثلاثة نحن نزرع نحن نزرع أرز في مصر بعد كده عندي سؤال التركيب هنبدأ طبعا بماجي وهنا الفول ستوب طيب سؤال الايميل ده تلغى من علينا ولكن هنعمله مع بعض ان شاء الله هنكتب ايميل مصطفى لصديقك مصطفى مصطفى هنقول من حازم اد ياهو دوت كوم تو الى مصطفى مصطفى اد المفافة اسمها اد جيميل دوت كوم اوكي الموضوع عن الهورسز الاحصنة تمام هنا هنقول دير عزيزي مصطفى دير مصطفى هبدأ الاول اسلم على مصطفى ده اقول له مثلا هاو 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 اند يور كيف حالك وحال عائلتك ابدأ بعد كلف الموضوع او الهورسز الاحصنة هورسز هاف لها لارج اعين كبيرة زي هم يأكلون انسكتس الخلول الحشائش زي وكمان بيشربوا مياه عزبة بعد كده نقول له في الاخر ايه ابقى على التواصل عزيزك وتكتب اسمك اللي هتبعد كده حضرات حلينا الاختبار الاول والتاني من مراجعة بيت باي بيت للصف الرابع والسنين ان شاء الله في حل بالمتحناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته